صباحه! مين بياخد كان؟ سؤال بيعشق كل بني ادم انه ينخور ويدور على اجابة ليه وده مش بس في الكرة يعني ده في العالم كله وفي اي حاجة في ايش حال بقى لو كنا بنتكلم على شغلانه اصحابها بياخدوا ملايين الملايين لا 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 ما تقلقوش احنا النهاردة مش بنتكلم عن اللعيبة النهاردة احنا هنتكلم عن المدربين المدربين اللي في عصرنا الحالي بقى ليهم فوق الوزن والهبة تقل كبير قوي اعلمان وتسويقية المدرب النهاردة ممكن يجبر جماهير الكرة انها هتتفرج على مرشاط فرقة هما اصلا ما بيتفرجوش عليها ويجبر جماهير تانية انها هتشجع الفرقة دي كمان لكنه العيد بالزبط الاندية بتستخدمه سعيد عشان يجزب جمهور وده طبعا بينعكس بشكل مباشر على الارقام الخيالية والمرعبة اللي بياخدوها كعقود وكرعاء يعني عندك مثلا باب جوارديولا كان ماضي عقد هوه في باير بينخ مع شركة اسمها جورتكس بيلبس لبسهم طول ما هو واقف على الدكة مع البافات ولما راح سيتي و سيتي وقع عقد مع بوما جورديولا وقع عقد منفرد تماما مع البراند عشان يلبس لبسهم جوه الملعب وبره ونفس الكلام ينطبق على كلوب اللي عنده عقد الواحد وبرده مع نيو بلانس بالاضافة بقى الحاجات التانية على جنب بقى فليبس أوبل سكاي واحيانا الموضوع بيوصل لمراحل اتقل من كده كمان جوزي مورينيو مثلا موقع عقد رعاية مع كذا براند اهمهم انه ماضي مع اديدس بقى له تقريبا اكتر من 10 سنين ويقال انه بياخد تقريبا حوالي 250 الف يورو في السنة بغض النظر اذا كان بيدرب او لا لا ومش بس كده ده كمان بيديله الحرية انه لما هي بقعت في البيت من غير شغل انه يوقع مع اي نادي حتى لو الراعي بتاع النادي ده نايكي منافس اديدس زي ما حصل بالزبط مع توتنا انت فاهم يعني ايه تبقى موقع عقد مع اديدس على نفس مستوى زيدان او باكم وفي نفس الوقت بتلبس لبس نايكي المنافس الرسمي والواضح والصريح والاول مع النادي الكلام ده ممكن نشوفه مع لعيبة انه يبقى لابس جزمة وماضي مع شركة بس نادي اللي بلعب فيه مع شركة تانية انما مع المدربين بقى ده اللي بدأنا نشوفه جديد المهم ان كل المقدمة الطويلة العريدة دي علشان نوصل هدف حلقة النهاردة وهو لستة مكونة من 10 اسامي وهما اكتر 10 مدربين بيقبضوا في العالم واخد عندي الضمان ده انك مش هتقى في الحلقة النهاردة قبل ما تفاجأ وتصعق من بعض الاسامي وبعض الارقام وترتيب المدربين لان انا نفسي صعقت واحنا بنكتب الحلقة جاهز انزل اعمل لايك دوس سبسكرايب شغل جرس تنميات ويلا بينا نخش في التفاصيل موسيقى موسيقى قبل ما نبدأ الليستة هلازم اقول لكم كده على شوية قواعد عشان الموضوع ما يتهش مننا اولا دي لستة top 10 اجران يعني العقود اللي المدربين بياخدوها من النادي ومالناش دعوا بالرعاية خالص ثانيا مع كل مدرب هنكتب المصدر الصحفي اللي جبنا منه المرتب ده لان زي ما كلكم عارفين لا النادي بيعلن رسميا ولا المدربين والوكلة بيعلنوا رسميا الارقام كلها بتبقى اجتهدات صحفية مبنية على معلومات هم بيلموها اتفقنا تعال لي بقى بالفاجعة الاولى في المركز العاشر جاهز اكيد يورجن كلوب اهو اللي عارفين يورجن كلوب في المركز العاشر بعد كل اللي كلوب عاملوا مع ليفر بول من خسارة نائي دور الأبطال السنة قبل اللي فاتت والفوز بدور الأبطال السنة قبل اللي فاتت وخسارت الدوري برقم قياسي من النقاط الموسم اللي فات فهو لغاية دلوقتي ما جددش عقده وبياخد نفس الرقم اللي بياخده من ساعة ما راح ليفر بول طبعا الكلام ده كان ينطبق وقت ما بدأت اكتب الحلقة دي فأول ديسمبر بس كلوب لسه مجدد عقده مع ليفر بول من أسبوع ولا اثنين واخد رقم قاعد لسه الصحفين لغاية دلوقتي ما اتفقوش قوي الرقم ده تقريبا كام ولكن من بداية ديسمبر كلوب كان بياخد نفس الرقم اللي بياخده من يوم مراح ليفر بول ومركزه وكان العاشر بـ 9.4 مليون دولار في السنة كما ورد في الديلي ميد في المركز التاسع ومتفوق على المدرب اللي في المركز العاشر اللي مخسرتش اللي ماتش واحد بس في الـ 55 هو أولي جانر سولشاير اوالله زي ما بقولك يا سولشاير بياخد اكتر من كلوب الراجل التاريخه التدريبي تقريبا مش موجود جي كمدرب مؤقت مع منشستر ينايتد مكان مورينيو عمل شغل كويس فقررت الإدارة قبل ملموس ان يخلص انها توقع مع عقد وتثبته وده جميل وراجل يستاهل بس ان قيمة العادس بقى 9.6 مليون دولار كما ورد في الديلي ميل عشان يبقى تاسع أعلى مرتب في العالم فده اللي مش منطقة مش بس الرقم اللي خزع بالي المبدأ كمان غريب فيعني نتفق او نختلف على ان سولشاير يستحق انه يبقى متثبت مع ينايتد دي حاجة وانه ياخد الرقم ده دي حاجة تانية خالص في المركز الثامن وب 10.5 مليون دولار كما ورد في المركز الاسبانية هو الراجل اللي بحكمته وذكاءه وخبرته العالية قدر ان هو يسيطر على الدوري الاسباني من ساعة ما وصل فيه حق الدوري سنتين ورا بعض وهو بينافس في الثالث صحيح خرج بفضيحة من دوري الأبطالي السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها ولكنه يظل معشوق الجماهير الاول في مدينة كتالونيا ايوه ارنستو بالفيردي بياخد 10.5 مليون دولار في السنة وزي ما حطينا الرقم ده مع مدربين العالم دلوقتي فعشان تعرف تحطوا فين مع مدربي البارسة فالرقم ده اكتر من الرقم اللي كان بياخده لويس انريكي اللي قبله اللي حقق الثلاثية ب 2.5 مليون دولار في السنة لا الفيديو مع اللقش وانا قاعد ساكت اصدا يعني احتراما لمشاعر كل برشوني بيتفرج على الفيديو لازم ما ادي فرصة للراجل انه يتشلوا بعدين يرجع تاني للحياة عشان يكمل اللسل في المركز السابع الوافد الجديد والعائد لايطاليا مرة اخرى عشان يعيد بيها المنافسة على القمة الرجل الذي اعاد الانترنسيونالي جزء من هبته ومقامته وشخصيته في ايطاليا الرجل اللي كان نفس يقول انه عمل نفس الموضة ورجع الشخصية في اوروبا برضو بس اللي لا يساف معرفش بس لو كمل كده هو مربت غالبا هنقولها السنة الجاية بـ 11.6 مليون دولار كما ورد في الديلي ميل انتونيو كونتي هو المدرب صاحب اكبر اجر في الكلشو طبعا الموضوع دوات كان لغاية بس من كام يوء مقصودش اكبر ردت في الكلشو لان كنتي مازال ولكن انشيلوتي لسه موقع عقد مع افرتون يقال ان قمتوا تقريبا من 11 ونص ال 12 ونص مليون دولار وبالتالي المركز السابع ممكن يكون بين الاثنين بس خلونا نكمل الليستة بدأت اكتب الحلقة دي وعمل الليستة من شهر وكل اثبابة تتغير ما شاء الله المدربين كلهم بيطير اما بقى في المركز السادس فهو اسمي مش هيخطر على بالك اصلا ولا ممكن انت تتخيل ان انت مسمعتوش من زمان في ناس وغالبا اللي بره وبعيد عن اسيا ممكن يبقوا مايعرفوش اصلا ان الراجل ده بيدرب لكن يعلموا انه في المركز السادس عالميا بـ 12.9 مليون دولار في السنة فابيو كانفارو حالان هو مدرب جوانزو الصيني ولسه بحقق معهم الدوري وبياخد رقم فح والعجيب ان كانفارو نجح في انه ياخد الرقم دوت على تاريخه كلاعب لان هو ما عندوش تاريخ كمدرب هو دي اول وظيفة تدريبية مع فرقة يعني درجة اولى كده ومخترمة في حياتي فهي ريتي يعني لو حد يارف ملي جابي الشغلان دي كانفارو يا ريتيس يعني يبصي كده النمراء عشان هنحتاج الراجل ده في حياتنا اكيد اما في المركز الخامس فعندنا راجل بقى مزاجه عالي اوي وهو المدرب الوحيد الذي نجح في الفوز بدوري ابطال اوروبا 3 مرات وربع الراجل الذي متعنا على مدار تاريخه كلاعب وما زال يمتع كمدرب حديثنا هنا عن زين الدين زيدان زيزو بيبط حالان في ريال مدريد تقريبا 13.2 مليون دولار كما ورد في الديلي ميل والسيعة زيزو بقى انه كان بياخد اقل من الرقم ده بخمسة مليون دولار مع ريال مدريد برضو ومع بريز برضو من 9 شهور بس فزي ما كلنا عادنا نقول ان اكيد عودة زيدان معناها ان في لستة لعيبها وطلبها ولازم ياخدها واتفع مع بريز وحط شروطه ففي الوقت ان ده ممكن يكون جزء من الحقيقة والواقع ففيه جزء اخر منها ماينفعش نغض بصرنا عنه وهو ان في خمسة مليون دولار زيادة في العقل الفلوس المصاري الجروش في المركز الرابع بقى هو اسم كمان برضو مش هيخطر على بالك وده معناها على طول ان احنا رايحين الصين معتقدش ان في ايحد متابع فريق داليان يفاج في الصين علشان يعرف ان مدربه الحالي هو رافايل بنيتز اللي بيقبض 14.8 مليون دولار في السنة كما ورد في الاندبندنط وبنيتز بصراحة عطوله عمره صائع وبيقبض حلو اهو ده برضو الوكيل بتاعه عايزين رقمه من نابولي نيطال على ريال ماديد محدش فهم ازاي وحتى لما راح نيو كاسل كان بياخد اكتر من 9 مليون دولار في السنة مع انه واقعين يعني وعلى الورق اخر حاجة عملها كانت مع ليفر بول من العقول كده بقى ما فضلناش غير التوب 3 وترتيب التوب 3 دوت زي ما قلت في بداية الحلقة ممكن يختلف على حسب المصدر اللي انت هتروح لان اغلب الصحف متفقين تقريبا على مرتب مدربين منهم ولكن المدرب التالت فيه اختلاف رهيض فكان من الاوقع ان يروح لمصادر الصحف اللي في البلد اللي المدرب ده بيدرف فيها علشان ياخد الرقم اللي هم كده وبصراحة كده منطقيا اصدق انه بياخد الرقم ده وعلى اساسه في المركز الثالث المدرب الذي عمل كامبات لكان على الخطر ولا كان على الباب غفلنا كلنا في ثانية ازاي تتحول من مدرب؟ اه طبعا تاريخك وانجازاتك عظيمة وكبيرة ولكن بعد فشل في النادي اللي هو بيتك وبعدها فشل تاني مع اسم كبير برضو في انجلترا وتبقى قعد في البيت بنفرج عليك في التلفزيون بقى بتحلل بقى في سكاي او في بي ان فإز فجأة مش بس تلاقي شغلانا في البريمير ليج لأ ده انت تتمرن توتنهم اللي كان في قبل نهاية دور الابطال السهل فاتت وحالان يعتبر من الطوب فور وانك تاخد مكان المدرب اللي حط اسم توتنهم على خريطة العالمية اصلا بقى له سنين بيعمل انجازات ومش بس كده لا ده في كمان وانك تقدر تاخد مرتب تقريبا ضعف المرتب اللي هو كان بياخد بوتشتينو اللي مكنش يلاقي فلوس يشتري بيها لعيبة ومجابش ولا صفقة واحدة في بداية الموسم اللي فات نفسي اعرف احساسه ايه لما يعرف ان هو مش بس ترفد لا ده كمان مورينيو جي مكانه وبياخد 19.3 مليون دولار في السنة كما ورد في الديليمير وهو كان بياخد تقريبا 11 مليون فعقد لسه مجدده السهل فاتت والمفروض ان هو سري لحد 20-23 المهمة حلالة عليك يا مورينيو هنبصلك في اللقمة يعني بس الناس اللي كانت فاهمة بقى ان مورينيو كان قاد في البيت وفجأة طوطن همقالوله تعالي اخد مكان بوتشتينو فاجري عليهم لازم يعرفون ان الكلام ده كله احلام احلام واوهان عشان تاخد رقم زي ده معناه ان انت رايح بشروطك وبتفاصيلك وانك بتتفق وبتتكلم عليه من بطري يا سادة احب اعرفكم وابلغكم واكدلكم ان جوزي مورينيو غفلنا كله قالك بتعلم المانيا عمل عليك جلاش رفا جوزي المهم في المركز التاني الرجل صاحب الراتب الاكبر في انجلترا كما كنا متوقعين ولكن كما اغلبنا مش متوقع فهو في المركز التاني مش في الاول عالمية كلامي هنا عن فاف جوارديولا اللي بيقبض اكتر من مورينيو تقريبا بخمسين في المية من مرتبه الجديد بسكتة وعشرين مليون دولار في السنة كما ورض في الديليميل وراجد اثبت انه ممكن يطبق فلسفته واسلوب لعبه وتفكيره على انجلترا ويكسب بارقام قياسية ويحطم كل حاجة فرج الانجليز على اسلوب لعب كرة محدش فيهم كان مقتنع انه ممكن ينجح بس طبعا في نفس الوقت ففيه صوت تاني ممكن يجي يقولك يا عم بس منشستر سيتي كده كده يعني من ساعة ما ابو ظبي مسكو وهو بينافس عالدوري وبياخد اللقب فان فابقعد ثلاث سنين خسر لقب وجاب اتنين ده يعني مش الانجاز العظيم ليه تدفع له يعني ستة وعشرين مليون دولار في السنة وفين دوري الابطال اهو ده اللقب اللي المفروض كان يجيبه انما بفلسفته او من غيرها فالفرقة كده كده بتنفس عالدوري نقاش ممكن يطول بينا وليه زوايا كتير ولكن الزاوية اللي مكنتش متخيل اني ممكن اشوفها هي ان في حد بيابط اكتر من جوارديولا في العالم وبعد ما خدت صدمة الاسم لما قريته جالي على طول احساس على شكل صوت عشان كده بقى قاعد لا راضي يروح يمين ولا راضي يروح شمال وبيقولك انا مش مش اكيد جزء من دوت انه باخد حرية وبيؤمن بالمشروع وبقى جزء من النادي وتاريخه ولكن في جزء منه الفلوس كلامنا هنا عن المدرب اللي كما ورد في المركة الاسبانية وفرانس فوتبول بيقبط اكبر راتب لمدرب على كوكب الارض في كرة القدم دياجو سيميون الشولو بيقبط 26.6 مليون دولار يعني دوبك فوق البيب وزي ما قلت انا تبقى للمركة في اسبانيا وفرانس فوتبول ولكن تبقى لصحف الانجليزية زي الديلي ميل فهم قايلين ان هو بيقبط 17.5 مليون دولار والتالي حاطينيه في المركز التالت تحت بيب وجوزي ولكن زي ما قلنا انا خدت الرقم اللي من اسبانيا لان في اغلب الارقام الاسبانية لما يبقى في اختلاف كبير اوي كده احنا بنتكلم في تسعة او تمانية مليون دولار هتبقى اقرب للحقيقة الا لو حد فيه كبا كان عنده سبب تاني يبقى الرقم دوت غلط والناس دي تبقى بتفتي فعلت يولي في الكامل بس كده ايه رايك في الليستة لما قررنا نعمل الحلقة دي وإحنا بندور ومندعبس في المرتبات اكتشفنا ان في مفاجأات احنا ما كناش متوقعين وفي صحف تانية حطى برضو تخل مدرب باريس ان جرمان في المركز التاسع بس في صحف تانية مش حطى وبالتالي دايما ارقام المرتبات مش بس مع المدربين او حتى مع اللعيبة عمرها ما تبقى دقيقة بالزبط عندك مصدر الصحافة بتاخدوا من المدرب ومصدر الصحافة بتاخدوا من اللاعب ومصدر الصحافة بتاخدوا من الوكيل ومصدر صحافة بتاخدوا من النادي وكل المصاظر دوي مش رسمية كل كله كلام كده من تحت التاسع وبالتالي لما تسمع راتب اي حد اعرف انه غالبا اكتهاد إلا بقى لو كان فيه حاجة رسمية انا لسه لأ من النادي ان الرجل بيقبط كس وفي الاغلب ده مش بنشوفه في الريتب ساعات بنشوفه في الصفقات ولكن حتى دي احيانا برضو مبتبقاش دقيقة علشان الناس تعرف تطلع بقى ارباحه والوكيل ياخد عمولته وكده وفي النهاية دي كانت الليستة اللي عندنا للتوب تن منجرز الاكثر اجرا في العالم وعايز اعرف ايه الليستة التانية اللي انتو عايزين تشوفون يريد تسئولولي في الكومنت تحت الفيديو دوت وكالعادة ما تستطيعش تعمل سوفوا ي LP بالشارك الأن! طبعا عايزه أقولكم حاجة انا قولت لكم انتو تختاروا الليستة بتاعة التوب تين اللي جاية بس في الحقيقة انتو تختاروا الليستة الثوب تين بعد اللي جاية لان الليستة البكتن اللي جاية تم اخيتيارها خلاص وأنا هصورها دلوقات الحاجة وغالبا هتنزل يعني يا بكرة يا بعد مش اقول لكم ايه بس عايز اعرف انتو ايه لستة التوب تين أو التوب فيه المختلفة علشان نصورها ونشتغل عليها زي ما قلنا الفترة دي عندنا بريمير ليك بس يعني فنركز معاه وبعدين بقى ندي بقى حلقات تانية كده ندلع نفسنا وندلعكم عنا وده كان كل اللي عندي حتى الان ونراكم لاحظ سلام